تقول هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص معين فأنا أقول في دعاء يا رب اجعل فلان زوجا صالحا لي واجعل لي فيه خير كما أطرف في دعائه أن يرزقني الله توأم بيتا و مشروعا خاصا بي ما حكم التخصيص في هذا الدعاء أختي إكرام من المغرب بارك الله فيك و أسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح أختي الفاضلة لا بأس لي المرأة أن تدعو الله تعالى بأن يرزقها زوجا صالحا لكن أن تعين الزوج أنا لا أنصح بهذا لماذا لأنك ما تدرين يعني هذا الزوج اللي ظاهره الصلاح ما باطنه كثير من الأزواج اللي مظهرهم مظهر صالح و تدين بعد الزواج اكتشفت المرأة بأن الظاهر غير الباطن و الباطن غير الظاهر فأنصحك تقول الله مرزقني زوجا صالحا أسعد به في الدارين أسعد به في الدارين هذا أفضل أما تحددين شخص هذا الشخص حتى لو كان ظاهرا و باطنا صالحا مثلا ما تدرين بماذا يختم له و ما تدرين بماذا يحصل في الأيام القادمة من التقلبات فأنصحك يا أختي الفاضلة تقول اللهم ارزقني زوجا صالحا أسعد به في الدارين اللهم ارزقني أولادا صالحين ربي هب لي من لدونك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم ارزقني من واسع فضلك أنت الآن تقول الله ارزقني مشروع خاص طيب يمكن يعني لو دعوتي دعاء عام يمكن الله عز وجل يرزقك رزق عظيم الخزائن الله ملأة فلماذا الإنسان دائما لما يسأل الله عز وجل يسأل الشيء القليل لا اسألي شيء عظيم النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى لا تسأل تقول يا رب ارزقني الجنة من وراء بابها فقط أدخل فقط وراء بابها لا أقول الله ارزقني الفردوس الأعلى لذلك تلفاضلة يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أدعي منها اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا أو عملا متقبلا أيضا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عن من سواك هذه أدعي طيبة بارك الله فيك